اشهد عدد من المستفدين من برنامج مزايا الاسكاني بتسهيل وزارة الاسكان كافة الاجراءات المتعلقة بحصول المواطن على السكن الملائم له بالاضافة الى تسريع الدعم والمساندة من البنوك والمصارف التجارية للمواطنين كافة بكل يسر وسهولة لحصول على وحدة سكنية والسكن الملائم لهم توفيرا لألاف الطلبات الاسكانية للمواطنين خلال فترة قصيرة وتجسيدا لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاء برنامج مزايا الاسكاني لتلبية طلبات المواطنين المدرجين ضمن القوائم الاسكانية الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل وتسريع إجراءات المواطنين حيث بات يتعين عليه فقط تقديم الطلب إلكترونيا وإرفاق المستندات المطلوبة لتبدأ دورة طلبه الإجرائية من خلال المنظومة الإلكترونية مع البنوك الممولة برنامج مزايا أنا شخصية مرتاح لوايد لأن اختصر على السنين يعني أحسن موانطق إجراءات أنا ابتديت في وياهم على التطبيق الولاين ما خذلي وايد تقريبا على الموافقة خذلي شهر شهرين والإجراءات السالسة بكل حذافر يعني برنامج مزايا في كثير من مميزات الحلوة اللي من ضمن المميزات اقلل فترة الانتظار نفس الشي في بالنسبة للبيت تختارين البيت اللي تبغينه تختارين البوجت اللي تقدرين عليه فالحمد لله يعني في كثير من المميزات اللي تختارين المنطقة أيضا منطقة اللي تحبين يكون تسكنين فيها فالحمد لله يعني كلها الأسباب قدت إلى أننا أتخذ خرار بتقدم المزايا هذا وأكد عدد من المستفيدين من تمويلات مزايا على ما تقدمه البنوك والمصارف التجارية للمساهمة في توفير زيادة الإقبال على البرنامج والحصول على الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص بكل يسر وسهولة اخترت برنامج مزايا لأن فترة الانتظار أقال والأمور أسهل وياها والمعاملات أسرع ويختصر لتش الوقت والجهد والحمد لله يعني وزارة الأسكان ما قصرت في هاي النقطة فتحت لنا هالمجال عشان نقدم بطريقة ميسرة وسهلة وزارة الأسكان يعني في مزايا متساعدين ويانا في وائد شغلات يعني التقديم يكون طريقة سهلة وزيد ومنها من ناحية البنك يعني إجراءات كل شيء يعني أنت بس الله ما تروح تقدم وبتعقع في البيت والإجراءات بروحها هي بتعمشي هذا وقد استفاد نحو 1400 مستفيد من برنامج مزايا منذ مطلع العام الجاري ليصل إجمالي على المستفيدين حتى الآن نحو 8000 مستفيدة حيث تتنوع الحلول التمويلية التي يوفرها برنامج مزايا والذي وعد أحد أركان النجاح لرؤية الحكومة في إشراك القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين